اهلا وسهلا بكم ومرحب بكم مع فرحة وتحت العمة ايه النهاردة هتشوفوا فيديوهات كويسة قوي فيديو سدنة العريان رضي الله عنه تعالوا يعني احنا كده لما بنشوف الناس لابسة حلو جميل ومقطقطة ولابسة قبيد ورايحة الجامع ومنضيفة وشكلها كويس مش كده برضه طب نشوف كان بيحصل ايام النبي ايه تعالوا نشوفوا الفيديو ده لباس في صدر الاسلام وقنزا من يقرأ يقرأ العجائم ولان موجودة في اهم الكتب الحديثية سنة وشيعة لا يتبادل لذينكم وهو انه اساسا هذول اللي كان يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله كان لابس مولانا فرد شيء اللي رداء اللي كان يضعوه على ماذا على الكتفين ويلبس ماذا رداء وجنه ها مو سروال ماكو سروال اكو قطعة يشدونها الانم احنا في الحجن سو وزر احسنتم جزاك الله خير هذي الوزر احنا نسميه تعبير الفقه ما لا الازار احسنت الرداء والازار هل كان يشدون عد كثير من الناس كثير من الصحابة ما كان عند اموال حتى يشتري ازارا طويلا حتى يصل الى ركبتيه او الى ساقيه فكان الازار اشقد ملان ها فهذا من يروح للسجود شيء بين ملان ها والنساء كانوا يصلون في مسجر رسول الله خلف من خلف الرجال فلهذا وردت عندنا في الروايات خصوصا في مرصادر اهل السنة واضحة ان النبي امر النساء ان الرجال ما لم يرفعوا رؤوسهم عن السجود ويجلسون لا يحق للمرأة ان ترفع رأسها من السجود لماذا لانه اذا كان يرفعون النساء رؤوسهم قبل السجود قبل ان يرفعوا الرجال كان يرون شيء ها كل شيء من الرجال ها اقرؤوا رواياتنا هسر انا ما ادري اتجابنا ان انا انا مولان اردى ابين لكم بانه اسر ليه هسر واحدة من الاسباب ماذا واحدة من الاسباب ماذا واحدة من الاسباب واحدة من الاسباب شدة الحر الذي كان الان انت جاء شدة الحر كانوا ايام الرسول ها ها الرجالة ها عارفين زي الفوطة كده اللي فوق حوالين وسطهم من غير كلوتات ويقول لك كانوا كمان مش يداروا العورات بتاعتهم لا ده يقوموا رفعين الفوطة دي ويربطوها حوالين رقبتهم زي العيال اللي في الفلاحين يربطوا لهم الجلبية على رقبتهم فيبقى إيه اللي باين تبقى عوراتهم باينة يبقى من غير كلوتات ورفعين الفوطة اللي حوالين وسطهم وربطنا هنا قدام مين ده عند رسول الله طب ما يا أخويا يا رسول الله بدل ما تقول للستات ما يرفعوش رأسهم عشان يشوفوا المسلمين الرجالة وهم مواطيين وشايفين عوراتهم يعني يقولوا كده طيب خد حتة القماشة دي ولفها عملها حفاظة يعني زي الحفاظة اللي بتتعامل للعيل وهو يدارس أوقاته لا جيه على الستات وقال لهم ما ترفعوش رأسكو طب والرجال اللي بيصلوا وراهم الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث كله عمل بيشوف عورات بعض ده اللي كان بيحصل أيام الرسول يمكن الراجل ده هو شيعي ما يعجبكمش طب خلينا نسمعها كده من الراجل سني الدكتور الفيديو بتاع الدكتور سعد نشوفه كده حديث رواه البخاري عن ساهل بن سعد شوف الحديث عجب أوي عجب عن ساهل بن سعد يقول كان رجال أي من الصحاب يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ياخد الإزار اللي هو النصف اللي بيغطي النصف الثاني النصف الأسفن الجسد وما يلبس الرداء اللي هو النصف الأعلى ويطلع الإزار من تحت ويروح ربطه على رأبته فيبقى أكيد زي ما يكون لابس من جب مسا بالضبط كده منه أخذ الإزار وطلعه فوق وربطه فين ربطه على عنقه ويصلي خلف سيدنا رسول الله فلما كان هكذا وضعهم كان يقال يا معشر النساء اللي بيصلوا خلفهم لا ترفعنا رؤوس كنا حتى يستور جال قعودا أو قياما يعني ما جاش مثلا تعليمات وتقول إن هؤلاء ما يصلوش خلف سيدنا رسول الله أو هؤلاء يا سلام ما جاش تعليمات تقولهم ما تصلوش وانتو عريانين بلبيس كده خلف رسول الله لا خليكوا وانتو بلبيس صلوا وراء رسول الله بقى كل واحد من الصحابة ده اسمه إيه سيدنا العريان رضي الله عليه سيدنا العريان اللي من الصحابة والرسول موافق على القصة دي عرفتوا بقى تحت العمة إيه ياريتكوا ترسلونا بفيديوهات جديدة شكرا ونشوفكم في الحلقة القادمة هو تحت العمئي